ليس مصادفة أن تبدأ حكومة الاحتلال الجديدة بإعلان صريح فحواه مزيد من الاستيطان في القدس لتبقى العاصمة الأبدية لكيان الاحتلال في تجاوز فاضح للواقع والتاريخ مشاريع استيطانية ومخططات تهويدية تنتظر التنفيذ في 2023 في عهد الحكومة الأكثر تطرفا منذ نشأة كيان الاحتلال نحن الآن على أعتاب السنة الجديدة وفي ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة تنتظر مدينة القدس مزيد من التحدي والصمود في ظل هذه الحكومة التي تهدد بصحب الإقامات من المقدسيين وبنفي المقدسيين إلى الخارج وبتوسيع البؤر الاستيطانية في المدينة المقدسة وفي اقتحامات المسجد الأقصى المبارك قبل أن يودع العالم 2022 صادقت سلطات الاحتلال على زيادة ميزانية الاستيطان لتصل إلى ستة مليارات شيكل لتكون الميزانية الأعلى لبلدية الاحتلال في القدس منذ عام 67 وذلك يعني مزيدا من الاستيطان والهدم والتهويد مرحلة جديدة ستبدأ بالعام 2023 من قبل سلطات الاحتلال تجاه القدس عنوانها التهجير القصري الاستيطان هدب المنازل استمرار ملاحقة المؤسسات المقدسية على رأس التعليم لفرض المنهاج الإسرائيلي وذلك بالنظر إلى أعضاء الحكومة من ناحية وما يفرض من موازنات من ناحية ثانية لكن نحن موقفنا واضح هذه أرضنا عاصمتنا المجتمع الدولي مطلوب أن يكون له موقف تجاه توفير حماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وإلا أن العالم سيكون شريك الاحتلال وسيحاكم مستقبلا على جرائم هذا الاحتلال منذ اللحظة الأولى لتشكيل الائتلاف الحكومي وجه أقطابه سهام عدوانهم صوب مدينة القدس بتعهدات لتعزيز الاستيطان وتغيير الوضع القائم في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لصالح مخططات التهويدي والأسرل مخططات جديدة تستهدف تحويل المشهد المقدسي إلى آخر تلمودي توراتي عبر الإخلال بالميزان الجغرافي والديمغرافي للمدينة لكن في حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن ليالي عيد مدينة القدس